أنت دلوقتي حفظ القرآن لكن عندك ميزة اللي هي برضو أن أنت بتوصل لأي آية الكلمة فين الجزء الإيه الحزب صح؟ أنت أتمت القرآن برضو أنا بدأت وأنا عندي ثلاث سنين وخلصت وأنا في سنة رابعة ابتدائي كان عندي عمري الثمان سنين وأنا بحفظ كده فأبويا اكتشف أنه أنا عندي الموهبة بستحضر الآيات كده بصورة فعمل على تنميتها وكده يعني ولوقت ما وصلت كده يعني أنت أتمت الحفظ في ثمان سنين وحبيبة تسعة أنا أتمت وأنا في الصف الثالث يعني تقريبا في نفس العمر وانت أقول سعيد قول لي بابا بقى أو ماما أو في البيت كان درهم إيه معك في حفظ القرآن كانوا من أول ما بدأت هم بيحفظوني وبعد ما خلصت كان فيه التجويد لسي ما كنتش فيه كده حلو وقدوني للشيوخ وخارج القرية وكده الغتمة خدت الإجازة برضك من شيخين وفيه شيخ اسمه محمد يونس الغالبان من أعلى واحد في الأرض إسنادا يعني أنت بتقرأ القرآن بالتجويد والترتيب اللي اتنين بس فكرة بقى يعني الزملة ما شاء الله كده جابوا لي مصحف قالوا لي اسأل سعيد أي سؤال فأي حيجاوب أنت فعلا أسرع من الكمبيوتر زي ما هم بيقولوا معلومة دي صحية ولا مصحيح طيب ممكن نعرف أول كلمة في صفحة ربمية واحد ربمية واحدة تبقى وقارونا وفرعونة وهامان صورة إيه بقى صورة العنكبوت آية تسعة وثلاثين ما شاء الله الجزء كم الجزء العشرون طيب آخر كلمة في الصفحة آخر كلمة في الصفحة تبقى 45 والله يعلموا ما تصنعون أول كلمة ولا تجادلوا الصفحة اللي بعدية ولا تجادلوا ولا تجادل آخر كلمة تفسرون ما شاء الله رقم الآية كم بقى 52 ما شاء الله طيب لو روحنا لصفحة 245 أول كلمة 245 هتبقى في صورة يوسف قال مع عز الله آية 79 جزء كم الجزء الثالث عشر ما شاء الله طيب نروح ل 283 أول كلمة عسى ربكم أي يرحمكم آية 8 في صورة الإسراء جزء الجزء الخمس عشر طيب ممكن نقرأ من أول الآية 18 من صورة الإسراء من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذؤوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ممكن نبدأ من الآية 7 من سورة يونس صدق الله العظيم ربنا يفتح عليك حبيبي موسيقى موسيقى موسيقى